اختطمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5 زائد 5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة في بداية هذا الاجتماع وقف أعضاء اللجنة الليبية دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الزلزال بدولتي سوريا وتركيا وفي البيان الختمي أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله بتيلي عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج المرتزقة من ليبيا كما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا أنه تم التوصل خلال الاجتماعات إلى آلية لتنفيذ خروج المرتزقة مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض وأوضح بتيلي أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات يمثل خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن لدول الإقليم مشيرا إلى أنه يسعى لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الألية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات من جهته أعرب ممثل اللجنة الليبية عن شكره لمصر على استضافة اجتماعات اللجنة مثمنا جهود المبعوث الأممي للتوصل لآلية خروج المرتزقة من ليبيا هذا وأكد رئيس وفد السودان بالاجتماعات أن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات لتطبيق الألية التي تم التوصل إليها كما أعرب رئيس وفد النيجر المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية عن شكره للمبعوث الأممي لما يقوم به من أجل تحقيق السلام في المنطقة مؤكدا ضرورة استكمال ما تم خلال الاجتماعات وتحقيق ما تم التوافق عليه على الأرض حسنًا